مع حلول الذكرة الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يظل الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابتا فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي بدأت مصر بحجد رأي عام عالمي حول الأوضاع المتدهورة في القطاع فذلك حول كل المحافل الدولية بضرورة وقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين كما أصرت مصر على ضرورة فتح مهبر رفح لدخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني وكذلك عبور الحالات الضارئة التي تتطلب علاجا في المستشفيات المصرية لطالما كانت مصر الداعمة الرئيسية للقضية الفلسطينية وخلال العضوان الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 تجلى دورها المساند للأشقاء الفلسطينيين على الأصعدة كافة فعلى الصعيد الإنساني كثفت مصر جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عضوان فلم تتوانى عن تقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة حيث سارعت مصر إلى إدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات عبر معبر رفح البرية كما استقبلت الجرح الفلسطينيين في المستشفيات المصرية فكان دورها بارزا في تخفيف معاناة أهالي غزة ومع تعرض البنية التحتية الصحية في جنوب غزة لضغوط شديدة عمل الهلال الأحمر المصري مع المنظمات المحلية لإنشاء مرافق طبية إضافية وتوفير الخدمات الأساسية وأقام بتجهيز ونقل آلاف من شاحنات المساعدات الطبية يومياً كما استقبل مطار العريش العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية لغزة من الدول العربية والأجنبية لم يقتصر دور مصر على الصعيد الإنساني فقط بل كانت حاضرة دبلوماسياً وسياسياً بقوة إذ دعت ولا تزال في المحافل الدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين فكانت وساطتها قوية لأحداث تهدئة بين إسرائيل وحماس في نوفمبر من العام الماضي والتوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل المحتجزين بعدها استضافت مصر قمة السلام التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وبناء على تلك الهنة كثفت مصر جهودها مراراً وتكراراً من خلال عدة محاولات مختلفة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين سعياً لحقن دماء الفلسطينيين محاولات استمرت لشهور تخلى لها عثرات مع إسرار كل طرف على اتخاذ موقف أحادي يبدد جهود التسوية والوسطة ورغم ذلك تواصل مصر جهودها من أجل التوصل لصيغة توفقية ترد الطرفين وتبعد المنطقة عن حافة الهاوية التي ستعصف بالأمن الإقليمي ككل هكذا مضى عام من المفاوضات والمحادثات هنا وهناك ولم تتوقف خلالها مصر عن جهودها الدبلوماسية الحثيثة وفق موقف ثابت ووجهة نظر راسخة مؤكدة رفضها لأي عدوان أو فكرة تهجير تطرح من أي طرف كان فمصر تشدد دائما على أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية